محمد جمال بجاهز بقى ايه شوية اه يعني اول بما بدانك اه مجاهز لهجة مغربية تمام بس اقول له ما تقولش مين ومجاهز كلام حلو جدا عن نجم النادي الاهلي ونجم منتخب المغرب يا حيا عطيت الله عايز اقول عنه كلام حلو كتير قوي وقال لي ما تقولش اسمه فمش اقول اسمه اتفاضل ايه شايف التحديد ما قالش اسمه ما قالش حاجه اهو تطرح شوية تساؤلات اه اقول مين اكتر لعيب صنع فرص النهاردة في المباراة من الاهلي وزمالين يا حيا عطيت الله اهو اعرف الاجابة الواحد طب مين على واحد واخد ريت طب مين لا لسه لسه ده الردي بعد في الاخر بقى خلص الكونكلوزن طيب اتنين مين اكتر واحد فاس بالتحمات الصنائية في المباراة واعلى نسبة يا حيا عطيت الله ست على ست دخل ست التحمات دي وشفاش كتير ست التحمات ارضية وبيلعب عليه عمر جابر وزيزو ست التحمات ارضية فاس بالست طيب مين اكتر واحد عمل كروسس نكحة رغم ان نسبة الكروسس في المباراة امم ان كانت سيئة يا حيا عطيت الله مين اكتر واحد يعني عنده عدد تصويبات على المربع اكتر لعب في المباراة من ال 23 بتاع الاهلي اربع مرات يا حيا عطيت الله مين اعلى تقييم في لاعب النادي الاهلي خلال المباراة النهاردة يا حيا عطيت الله فلما اجابت كل الأسئلة دي بالإضافة للأطاط اللي هنعرضها بالإضافة لأنه اللأطاط اللي أنا بتكلم فيها دي هي عبارة عن أدوار دفاعية وأدوار هجومية سواء اشتراك في الهجمات سواء صناعة اللعب كرصات أو كرات عرضية أو حتى تغطية عكسية ممتازة في أهم كرة وأخطر كرة كانت في المباراة واحدة كتلاحية وواحدة اللعب اللي هتكلم عليه بعديه فانت بتتكلم على أنه يحي أعطيها طوله عمل نموذج نموذج لللاعب الظهير الأيصر المتوازن دفاعاً هجوماً طوال المباراة عكس ما يتردد والهجوم الشديد اللي كان عليه في مباراة السوبر الأفريقية وإحنا بنعرض الحالات كده بسرعة لو عايز تقول عليه لعب عظيم أو لعب جميل أو لعب جامد بس بالمغرب هتقولها إزاي بزيان بقوله بزيان بزيان نعم تراجل خبرة في المجرد يا حول الله العظيم كنت عايز أجاوب عشان كده كما سفرت المغرب صح حصل حصل لتلنا اللقاطات يا سيد لتلنا اللقاطات يا سيد عشان نقرب طيب اللقاطات جزت معا ده طبعاً أول كروس في الدقيقة الأولى في أول ثانية ده كروس ماركت أبرافو عليك أشكرك يا محمود ده كروس ماركت الوداد ماركت المنتخب المجرب بص اللي بعديها على طول قرة في العرضة عملت أحلى كرة بالنسبة لي في المباراة كروس عمله بهدوء الرجل اللي رجع عشرة متر وعملها وهو واقف عارف بيحط الكرة فيه اللي بعديها كلقراتو بالمآس بالصانتي على دماغ العين دي بيمينو كمان دي بيمينو دي بيمينو كانت على راس رامي ربيعة بص Zentاء بص تلك كريم بص تلك كريم أيوة وقفنا بص تلك كريم كان هيعمل الباص فضل تقلان على الباصة لحد ما تتفتح المسافة المساحة لإمام قبلها كان العدة مرحل كان عمر جابر مرحل جوه فضل تقلان على الباصة لحد ما تفتح المساحة بحيث لما يحط الباصة يودي إمام الانفراض لوله إن حصلت شدة وإنزار من عبدالله السعيد كميل 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 إلي بعدها تخطيط المباراة ولقطة المباراة بالنسبة لي اللي جاية دي دي تخطيط ولقطة المباراة بص يا كريم دي لو جون ولا حد يقوله أنت بتعمل إيه لأنه ده مش مكان والراجل داخل بص عامل التخطيط العكسية لحد فين لحد ما كان قلب الظهير الأيمن مش الأيصر لحد قلب الدفاع الأيمن داخل الراجل عامل التخطيط قافل المربا بص 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 الستريتش بتاع بتاع ايه حياتياته الله هو حتى لو لحق سيف يلعبها لو لمسها برضو وقافل المربا برجله بص اتبان من هنا بص اهي اهي هو عامل بدون فاول بدون اي شيء دي بالنسبة لي التخطيئة عكسية نموزج من ايه حياتياته الله هي لقطة المباراة وانقاذه المباراة بالنسبة لي لان الجلد لو دخل امور كترح بص بقى هنا الراجل بيعمل سبرينت وكروس بالمأس في ديئة كاما والتحام بدني قوي جدا في ديئة مية واثناشر بص الكروس راح فين بص الكروس راح فين في ديئة مية واثناشر تب تتكلم على كروسس بالمأس تصيبات على المارمى واحدة في القائم قوة بدنية قوة بدنية لحد ديئة مية واثناشر ناس كان بتتكلم انه لسه مش جاهز ولسه البدني بتاعه مش ممتاز تخطيئة عكسية ممتازة مشاهمة في اللعب وعملية البناء النهاردة بمنتهى البساطة ما بين قسين حط بقى كل ده قبل ما اروح لك محمود ما بين قسين كان بلعب عليه عمر جابر وزيزو لا عمر جابر كان موجود ولا زيزو كان موجود الناس قاعدت تتساءل هو فين زيزو جمهور الزمالك هو فين هو فين عمر جابر وما اخدوش بالهم ان السبب في الحالة اللي ظهروا عليها دي لدرجة ان زيزو ما كانوا تنقل مع نهاية الشرط التاني راح لعب الناحية التانية خالص على عمر كمال عبدالواحد لانه سأم او زهق انه يعدي من الناحية اليمين وكورة وحيدة طوال المباراة بالكامل مئة وعشرين دقيقة انك تفضل تلعب باثنين لعيبة في الجابهة دي رغم ان الحسن النهاردة كانش في افضل حالاته البدنية فالموسان ده بتحسنش حتما كانش افضل شيء فبالنسبالي هو رجل المباراة الاول بلا جدال مش بس اللي عرضناه لا وكمان بقيت اللقطات احنا عشان الوقت بنجيب اللقطات ديها فضلا ولده بقيتم ولده بقيتم